موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني عشر علمي في درس جديد من دروس مادة الأحياء ودرسنا اليوم بعنوان الوراثة المندلية يتوقع منك عزيز الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تذكر نص قانون مندل الأول في الوراثة تطبيق قوانين الاحتمالات في حل المسائل الوراثية حل المسائل الوراثية على قانون مندل الأول كما هو معلوم لديك سابقا أن العالم مندل هو من وضع أسس علم الوراثة حيث درس توارث الصفات بين سلالات نبات البازيلا وكان لعلمه بالرياضيات الأثر الأكبر في تفسير نتائج أبحاثه لماذا اختار مندل نبات البازيلا لأنه يتمتع بالخصائص التالية دورة حياتها قصيرة توفرها وسهولة زراعتها لها عدة صفات متضادة وهي نبات خنثة ما المقصود بزهرة البازيلا الخنثة أي تحتوي أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في نفس الزهرة استفاد مندل من زهرة نبات البازيلا الخنثة أنه أجرى التلقيح الخلطي والتلقيح الذاتي قام بإجراء تلقيح خلطي بنقل حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسمي نفس الزهرة أما في التلقيح الخلطي فقام بقص الأزدية من الزهرة وضمن انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى ميسمي زهرة أخرى هذه بعض الصفات المتضادة التي تجتمع في نبات البازيلا قام مندل بدراستها فمثلا قام بدراست البذور بعضها أصفر والبعض الآخر والصفة الأخرى المتضادة لها خضراء الأزهار أرجوانية أو بيطاء وهكذا استمر مندل بزراست هذه الصفات صفة تلو الأخرى سنأخذ تجربة لمندل على نبات البازيلا ولون الأزهار الأرجوانية حيث قام بإجراء تلقيح خلطي بين أزهار أرجوانية وأزهار بيطاء فكان جميع أفراد الجيل الناتجي أزهار أرجوانية أجرى تلقيحا ذاتيا بين أفراد الجيل الأول أرجواني مع أرجواني فظهرت النسب بالجيل الثاني ثلاثة أرجواني وباحد كانت بيطاء استنتج مندل من تجاربه أن الصفة الوراثية الواحدة يتحكم بها أليلان وزوج العوامل هذه تنفصل عشوائيا لتكون القامتات أثناء الانقسام المنصف وفي كل مرة نحصل على انقسام لهذه العوامل كما تلاحظون في جميع التزاوجات خرج مندل بقانونه الأول وهو قانون انعزال الصفات ينص على أن زوج العوامل المتقابلة أو الأليلات للصفة الوراثية الواحدة تنفصل عشوائيا عند تكوين القامتات أثناء عملية الانقسام المنصف هنا عندنا الصفة الوراثية الواحدة يتحكم بها زوج من الأليلات وزوج من العوامل تنقسم عشوائيا لتكوين القامتات هناك صفات سائدة يرمز لها بالرمز حرف كبير وهناك صفات سائدة غير نقية يرمز لها بحرف كبير وحرف صغير حيث يظهر أثار الصفة السائدة ويختفي أثار الصفة المتنحية وهناك زوج من العوامل المتنحية التي أيضا تنفصل انفصالا عشوائيا عند تكوين القامتات وهذه النسبة المندلية التي قرج بها مندل عندما يكون الطراز الشكلي للأفراد الناتجة 100% تكون الطرز الجينية للأباء إحدى التزاوجات التالية إما سائدة نقية مع متنحية متنحية مع متنحية سائدة نقية مع سائدة غير نقية سائدة نقية مع سائدة نقية أما عندما تظهر النسبة 3 إلى 1 في الطرز الشكلية للأفراد الناتجة يكون الطراز الجيني للأباء كلاهما سائد غير نقي أما النسبة 1 إلى 1 يكون أحد الأبوين للأباء طرازه الجيني سائد غير نقي مع متنحي والآن إلى قوانين الاحتمالات القانون الأول هو قانون الضرب متى نستخدمه عندما يطلب السؤال احتمال ظهور حدثين مستقلين أو أكثر معا في نفس الوقت وهو حاصل ضرب احتمالات ظهور كل منهما بمفرده المثال الأول ما احتمال إنجاب ولدين لعائلتين أنجبتا معا عندنا العائلة الأولى احتمال أن تنجب ولد هو نصف العائلة الثانية احتمال أن تنجب ولد هو نصف نستخدم هنا قانون الضرب يكون احتمال إنجاب العائلتين معا هو ربع المثال الآخر أنجبت عائلة ما طفلين ما احتمال أن يكون الأول ذكر والثاني أنثى هنا في هذا السؤال رتب لنا الأحتاف لذلك سنستخدم قانون الضرب احتمال أن يكون الأول ذكر هو نصف وأن يكون الثاني أنثى هو أيضا نصف لذلك سنستخدم قانون الضرب عند ترتيب الأحتاف فيكون الاحتمال هو ربع أما بالنسبة لقانون الجمع نستخدمه عند احتمال ظهور أحد الحدثين على وجه الحصر إما أحدهما أو الآخر ولكن لا يظهران معا بالوقت نفسه مثال قررت عائلة إنجاب طفلين ما احتمال أن يكون أحدهما ذكر والآخر أنثى هنا عندنا احتمالان احتمال أن يكون الأول ذكر والثاني أنثى هو نصف مع نصف والاحتمال الآخر أن يكون الأول أنثى والثاني ذكر إذن سنقوم بعملية استخدام القانون الجمع هنا ربع زائد ربع سيكون الناتج ربعان أي الاحتمال هو نصف القانون الثالث هو مجموع جميع الاحتمالات الممكنة في فضاء عيني لأي تجربة يساوي واحد إذا كان احتمال ظهور نبات بازلاء طويل الساق 75% ما احتمال ظهور نبات قصير الساق هنا يجب أن يكون احتمال طويل الساق زائد قصير الساق معا يساوي واحد صحيح أي 100% إذا كان طويل الساق هو 75% يعني قصير الساق ستكون 25% لدينا المثال التالي ما احتمال ظهور الطراز الجيني جي جي سمول في أفراد الجيني الأول لأبوين طرازهما الجيني جي كابيتال جي سمول في البداية طراز الجيني للأبوين هو جي صفة غير متماثلة الجينات مع صفة غير متماثلة الجينات أما الطراز الجينية للقاميتات لقاميتات الأبوين جي كابيتال جي سمول الطراز الجينية للأفراد الناتجة تكون جي كابيتال جي كابيتال جي كابيتال جي سمول جي كابيتال جي سمول جي سمول جي سمول جي سمول عندنا الاحتمال هو ربع من الناتج الظاهر لدينا المثال التالي اجريت القيح بين نباتين ثم جمعات البذور وزرعات فكانت افراد الجيل الناتج كما يلي 123 نبتة ملساء البذور 38 نبتة مجعدة البذور اذا علمت ان جيل البذور الملساء سائد على جيل البذور المجعدة وفسر على اسس وراثية من خلال نسبة الافراد الناتجة نستطيع ايجاد الطرز الجينية للاباء فعندنا بذور ملساء كانت 123 اما البذور المجعدة فهي 38 بتقريب هذه الارقاب نستطيع الحصول على النسبة 3 الى 1 من خلال النسبة 3 الى 1 نستطيع تحديد الطرز الشكلية للاباء والطرز الجينية ايضا للاباء عندنا الصفة السائدة هي املاس البذور مع املاس البذور والصفة كانت غير نقية لكلا الابوين اما الطرز الجينية للقامتات اثناء قانون الانعزال عندنا R capital R small مع R capital R small الآن الآن الطرز الجينية احتمال 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 انتاج نباتات ملساء بصورة نقية احتمال ظهور نباتات الملساء كان ثلاثة لكن هو حدد الصفة يجب ان تكون نقية عندنا فقط نوع واحد يعني ربع وصلنا الى المهمة التعليمية السؤال الاول اذكر ناص قانون مندل الاول السؤال الثاني اجريت القيح بين نباتين ثم جمعت البذور وزرعت فكانت افراد الجيل الناتج كما يلي 92 نبتة طويلة الساق 29 نبتة قصيرة الساق وصلنا الى نهاية الموقف التعليمي لهذا اليوم الى لقاء اخر ودمتم بألف خير اشتركوا في القناة